تنبأ كثير من كتاب الخيال العلمي بأن يوما قد يأتي تكون فيه المستشفيات بدون بشر تقريبا إذ سيختفي جراح البشري وفريق التمريض وكذلك أطباء التخدير والعمال والمديرون لتحل محلهم الروبوتات التي ستصبح قادرة على القيام بالمهام كلها منفردة مثل إجراء الجراحات الدقيقة من دون الحاجة إلى مساعدة وهذه النبوءة لم تكن ضربا من ضروب الخيال العلمي إذ أنه قد تم بالفعل إجراء جراحات لمرضى عن بعد بواسطة الروبوت عبر تقنيات الاتصالات الفضائية وبتوجيهات من الكمبيوتر ونظم المعلومات والتكنولوجيا للحديث أكثر عن هذه التقنية ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور عصام حسن استشاري جراحة عامة دكتور صباح الخير أهلا وسهلا بك معنا دكتور هل فعلا ممكن أن يجي يوم الروبوت يحل محل الطبيب بهالدقة العالية وهل ممكن أن المريض يثق بالروبوت؟ الروبوتات في الوقت الحالي لم تكن تعويض عن الطبيب الجراح الطبيب الجراح هو الذي يقوم بتحريك هذا الروبوت يختلف عن الروبوت الذي يقوم في صناعة السيارات في لحامها وفي تحريكها لكن بالنسبة إلى الإنسان ما زالت بعد لحد الآن أنه يبقى الطبيب الجراح هو المحرك الأساسي لهذه الروبوتات الروبوتات لها أذرع هذه الأذرع تعطي حركة رسغية مثل حركة الرسغ في الكاب بها سبع حركات تختلف عن المناظير الاعتيادية التي بها خمس حركة وتعطي دقة في الحركة عدم ارتعاش الإيد اللي تستخدم الجراحة الاعتيادية للمناظير الكاميرا الجراح هو اللي يتحكم فيها الجراح تكون عنده ثلاث أيدي بدل اثنين يكون عنده ثنين يمين واحدة يسار أو ثنين يسار واحدة يمين ويحركها بالاختيار اللي يريده تعطي مناورة في داخل جوف البطن أو جوف الصدر لإجراء هذا النوع من الجراحات دكتور الطبيب يثق بمثل هذا النوع من العمليات أنه لما يجيك مريض تقول له رح عمل لك عملية لكن بمساعدة روبوت هل يكون مرتاح المريض بالعادة أم رح يخاف نوعا ما؟ بالتأكيد القرار للجراحة هو قرار مشترك ما بين الطبيب وما بين المريض الطبيب يعطي كل وسائل العلاج للمريض والخيارات اللي موجودة فيها وبعدها الطبيب يعطي أفضليات لكل نوع من أنواع الجراحات وكل وحدة لها محاسنها ولها مخاطرها ما هي هذه الأنواع دكتور وخصائصها؟ يعني جراحة الروبوت دخلت في مجالات دقيقة ومعقدة هي مرحلة ما بعد جراحة المناظير مناظير البطن هي مداخل تجويف البطن بعد نفخ البطن وإدخال حيز البطن هذه الآلات هي عبارة عن آلات مستقيمة بعين طورت إلى أن تجعل فيها انحناء قادر على الحركة لكن بالروبوت دقة التصوير ثلاثية الأبعاد مكبرة أكثر من عشر مرات هذه الدقة بالحركة تجعل أن نفصل الأورام ومعشئها بالشرائين وقريبة من الغدد اللي موجودة في هذه الجراحات اللي صعب أن نوصلها حتى في جراحات دكتور ما هي العمليات التي تجري بالروبوتات عادة؟ هي طبعا هذه الجراحات دخلت في في جراحة نعم أي أنواع الجراحات؟ في جراحة القلب كتبديل صمام أو نعم أي دكتور تفضل في تبديل صمام أو في زراعة الأوردة في القلب يعني الشرائين للقلب جراحات في المجال البولية في رفع البروستات مثلا هناك جراحات في النسائية أيضا من ناحية رفع الرحم والعمليات المعقدة اللي تكون في الحوض هناك عمليات في الجراحة العامة فيما يخص رفع القولون وقنوات الصفراوية والكبد والبنكرياس وهذه نوع من الجراحات صعب الوصول إلها حتى بالجراحة المفتوحة ليحيز البطن تحريك الإيد نعم هذه الآلات لها حركة دوران قصية صغيرة ممكن أن تتحرك في داخل البطن نقدر نوصل لها بدقة متناهية دكتور هل هناك مخاطر لمثل هذه النوع من العمليات اللي يشترك فيها أو يدخل فيها الروبوت وما درجة السلامة منها؟ بالتأكيد هي كأي آلة لها ممكن أن يصير فيها نوع من الخلل أتى العملية لذلك الجراح هو يحرك هذه نحن نعرف أن هناك بعض الوقت اللي يكون ما بين التصوير الفوري وبين الحركة فالجراح لازم أن يعرف نحن نعرف عندما نحرك الآلة تكون إحنا باللحظة هذه نفسها واقعيا إحنا على هذا المكان ممكن أن يكون هناك بعض الوقت وهذا طبعا واحدة من المخاطر هذه النوع من الجراحات المناظير أو جراحة الروبوت أن هناك فاصل من الوقت يعني نلاحظ مثلا تصورين أنت الآن تصوير في مكان آخر فاصلة من الزمن فهذه الفاصلة الزمنية أجزاء من الثانية خطرة بالنسبة لنا في العمليات لذلك نحن دائما نتوقع هذه ونكون حذرين منها هذه الجراحة فممكن أن الكمبيوتر يصبح في خلل الآلة الموجودة ممكن أن يكون بها انحناء وتقفل نعم فطبعا هناك إجراءات أمان وسلامة لهذه الأشياء بالتأكيد ونحن لا نخطو أي خطوة من عندها تحت إشراف الإنسان الطبيب نعم طيب الدكتور في حال أن الدكتور في بلد كما نشاهد أحيانا أو نقرأ الدكتور يكون في بلد والمريض في بلد ويقول لك عن طريق الروبوتات ممكن أن يجري إلى عملية هل هذا ممكن يعني فعلا وهل ناجح بشكل كبير هو الروبوت طبعا هي أذرع موجودة ومربوطة بكاونسل بمحطة للتحريك بعدها ممكن أي شخص سواء كان في داخل صوت العمليات أو في أي مكان آخر من الأرض مع استخدام السرعة الفائقة بالنسبة للتوصيل بالتأكيد سيقدر يحرك هذا المكان وتعرفين أن الجراحات لها فترة زمنية يعني كل إنسان يجب أن يكون لديها خبرة معينة فيتعدر الحصول على طبيب ذو مواصفات في هالنوع من الجراحات ممكن يكون في بلد آخر فيكون بالعملية بمداخلتها نعم كم سرعة تطور هذا المجال دكتور إشراك الروبوت في العمليات الجراحية هو بالتأكيد الآن الآن أصبح منتشر في كثير من دول العالم هذه النوع من الجراحات لأنه دخلت الجراحات ومجالات معقدة كانت سابقاً ما تدخلها هذه النوع من الجراحات واتطورت مثل ما لاحظنا أنه من بداية الثمانينات كان النظور مالت البطن بدايته بعد كم سنة بسيطة دخلت المناظير في كل مجالات الجراحة مالت البطن نعم نفس الشيء بالنسبة إلى الروبوت بدأ في نوع معين من العمليات وبدأت الآن تقنيات تدخل جراحات المناظير أيضاً دخلت بتفاصيل أفراء أيضاً بجراحات فالتطور مستمر حتى الكبسولة النظور أصبحت روبوتك يعني ممكن الآن يحركون النظور الذي هو على شكل كبسولة في داخل جوف الإنسان ويحركوها وتأخذ عينة وتصبغ مكان معين من خلال الكبسولة وبالجراحات ممكن بعد فترة من الزمن تطور هذه الجراحات نفس الشيء هناك كبسولة للسونر أيضاً تجرى فيها المجال هذا فمستمر حتى المناظير سيطبح فيها السونر أيضاً من خلال النظور فهذه كلها تطورات هي للكشف عن كثير من الأمراض التي هي غامضة الآن وسائل تقنية جديدة لرفعها واستقصالها والكشف عنها مبكراً هذه كلها المداخلات لا ننسى أنه هذه النوع من الجراحات دخلت نوع من الصبغات ممكن أن نشوف الشرائيين بأصباغ معينة نحقنها أثناء العملية وتلوننا حتى نحدد مكان الأورام يعني نجي نرفع الأورام نقدر نحدد لحد الغدد اللي فيها اللي ونتد فيها السرطان بالكامل إذن هي كلها لتسهيل العلاجات للمريض بالتأكيد شكراً جزيلاً لتواجدك معنا الدكتور حدثنا الدكتور عصام حسن استشاري جراحة عامة شكراً جزيلاً لتواجدك شكراً